عنصر القيادة مفهوم القيادة القيادة هي القدرة على التأثير في سلوك أفراد الجماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة أبناء الطلبة هذا أبسط وأفضل تعريف للقيادة لاحظوا أن هذا التعريف يركز على القدرة على التأثير في سلوك أفراد الجماعة ويسعى إلى تنسيق جهود هذه الجماعة ويوجهها لبلوغ الأهداف المنشودة إذن قدر على التأثير جماعة تنسيق أو الجهود لتحقيق غايات أو أهداف منشدة عناصر القيادة أول عنصر يتمثل بوجود مجموعة من الأفراد يعملون في تنظيم معين هدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيق من خلال القيادة قائد من أفراد الجماعة قادر على التأثير في سلوكهم وتوجيههم التناسق والانسجام بين أفراد المجموعة ومع القائد أيضا القدرة على التأثير سواء كان هذا التأثير قصري أو تأثير بالمكافأة أو تأثير شرعي أو التأثير المعرفي أو التأثير بالمرقعية أو السمات الشخصية أو القرنة وسنتحدث على أنواع هذه التأثيرات في ميلي القصري ويقصد به قدرة القائد على الإكراه والتخويف بالعقاب والحرمان بالمكافأة وقدرة القائد على منح المكافأة سواء كانت هذه المكافأة مادية أو غير مادية التأثير الشرعي السلطة أو القوى المستندة إلى المنصب تأثير الشخصية أو تأثير السمات الشخصية أو ما يسمى بالتأثير الكارزماتيكي الكارزمية الشخصية المنبعثة من الصفات أو السمات الشخصية الحميدة للقائد والتي يوظفها في توقيه الآخرين كثير من الأشخاص لا تستطيع أن تقول له لا أو تعتذر أو إذا طلب منك طلب معين لا يمكن أن ترفض مثل هذا الطلب يعني في بعض الناس الله سبحانه وتعالى أكرمهم بشخصية معينة يستطيع من خلال هذه الشخصية التأثير في الآخرين قد تكون الشخصية يعني في ملامح الواكوة قد تكون من خلال الصوت وقد تكون في بنية الجسم إلى آخر من السمات الشخصية وهي كثيرة التأثير المعرفي قوة تأثير المهارة المعرفية التخصصة وهي قدرة تأتي في الحكم على الأشياء تجعل من الشخص مصدرا للتشريح أو الفتوى بحكم قناعة المرؤوسين بشخصية القائد واتخاذه كمرقع في كثير من أمور مقرارتهم تأثير القارينة الذي دعم القيادات العلية من أقاربه أو أصدقائي ومركزه الاجتماعي القيادة التربوية مفهومة القيادة التربوية تعتبر القيادة التربوية مختلفة مستوالتها العلية والوسطة والإشرافية هي لجهة المخططة والمشرفة والمنفذة لجميع العمليات والأنشطات التربوية لا تنسوا أبناء الطلاب عندما نقول للقيادة العلية نقصد بها القيادة على مستوى الوزارة والتي تهتم بوضع الخطاط وقيادة العمل التربوي على مستوى المملكة وعندما نقول القيادة الوسطى نقصد القيادة التربوية على مستوى المنطقة التعليمية وعلى مستوى إدارة التربية والتعليم بالمحافظة وعندما نتحدث عن مستوى الإدارة الإشرافية نقصد بهذا المستوى الإدارة المدرسية والإدارة الصفية والقادة المدير المدرسة قاعد وكلاه يعتبر قادة المعلم في الغرفة الصفية يعتبر قاعد المشرف التربوي الذي يقود العمل الإشرافي والفن داخل المدرسة ويعتبر قاعد فهذه المستوات هي القهات التي تخطط وتشرف وتنفذ على جميع الأنشطة والعمليات التي تتم في مؤسسات التربوية الهدف من القيادة التربوي هو تنظيم وتنسيق الجهود والفعاليات وصولا إلى تحقيق الأهداف التي قد تم تحديدها مسبقا في استراتيجية العمل وخططه ومن هنا نجد أن القيادة هي العنصر الإنساني الذي يربط أفراد المجموعة بعضهم مع بعض ويشجعهم على تحقيق الأهداف المنشدة حيث تعتبر القيادة العنصر الأساس والفعال والمؤثر في منظمة تعليمية وهي بدورها تنعكس على فعالياتها وانشطتها المختلفة خصاص القيادة التربوية أول خاصة أنها حلقة وصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية خاصة ثانية أنها البوتوقة التي تنصر داخلها كافة المفاهيم والاستراتيجيات والسياسات ثالثا تدعيم القوى الإيجابية في المؤسسة وتقلص الجوانب السلبية قدر الإمكان أربعة السيطرة على مشاكل العمل وحلها وحسم الخلافات والترقيح بين الآراء عند وجود قيادات وقيادات ناجحة ومقدرة تسيطر على كثير من الإشكالات وتحاول أن تقضي عليها قبل أن تستفحل وتصور مشكلة كبيرة خمسة مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة دائما يقول بأن القايد عنده نسعة أفق وعنده قدرة على رؤية المستقبل ويرى إلى أبعد مدى وبالتالي يوظف كل التغيرات التي تحفظ بالمؤسسة التربوية ويوظفها لخدمة وتطوير ونجاح المؤسسة التربوية النقطة السادسة أنها تسهل على المؤسسة تحقيق الأهداف المرسومة النقطة السابعة تنمية وتدريب ورعاية العاملين باعتبارهم أهم مورد المؤسسة كما أن الأفراد يتخذون من القايد القدولهم فالقايد هنا لا ينجح إلا بنجاح التابعين أو الموظفين الآخرين ويحرص على أساس أنه يوفر لهم التدريب والخبرات التي تساعدهم على إنجاز العمل نظريات القيادة التربوية سنتحدث عن هذه النظريات بشكل سريع جداً ليس مطلوب لكم التعمق في كل مكونات هذه النظريات لكن يكفي أن تعرفوا على أن هناك ثلاث ملامح أساسية لنظريات القيادة تعبر عن تطور الفكر القيادي وتقد هناك عشرات النظريات لكن لن ندخل بهذه النظريات يكفي أن هناك ثلاث اتجاهات في هذه النظريات نظرية القيادة الإدارية سنتحدث بشكل عام عن النظريات التقليدية هذه النظريات وهي كثيرة ركزت على السمات القيادية التي يتمتع بها القائد واعتبرت بأن هذه السمات هي أساس نقاح القادة ويعد هذا المدخل من أقدم المداخل التي اهتمت بالقيادة الإدارية نظرية السمات في هذا المدخل تركز على السمات الشخصية والضهنية والاجتماعية التي ينتج بها القائد ومنها من الصفات التي ركزت عليها الخصائص القيسمية مثل الطول والتمطع بالصحة والحيوية السمات العقلية والسمات إنجازية مثل المبادئ والابتكار والمثابرة والسمات العقلية مثل الذكاء والإدراك وسرعة الفيلم الخصائص الاجتماعية مثل التعاون والاجتماع بالعلاقات وفهم الآخرين إذن أربع سمات أساسية أقولها مرة أخرى الخصائص القيسمية مثل الطول والتمطع بالصحة والحيوية الخصائص العقلية مثل الذكاء والإدراك وسرعة الفهم الخصائص الإنجازية مثل المبادئ والابتكار والمثابرة والخصائص الاجتماعية مثل التعاون والاجتماع بالعلاقات مع الآخرين وفهم الآخرين هذه السمات والخصائص الشخصية للفرد من منظور هذه النظرية تمتاز بالتباة النسبة وتعتبر أساس بناء الشخصية وتكون بمثابة المرشد لسلوكها النظرية الثانية والاتقاه الثاني النظريات السلوكية في القيادة وتقضى العديد من هذه النظرية في هذا المنحة وهذا الاتقاه وتركز هذه النظرية على دراسة سلوك القائد من خلال مقدار اهتمامه بالإنتاج وهيكلة العمل وتنظيمه من جهة واهتمامه بالعاملين ورفاهيتهم واحتياجاتهم إذن مدى هذا الاتقاه قد يتركز الاتقاه على العمل وهيكلة العمل والتنظيم ويغفل الجانب البشري وقد يهتم بالجانب العاملين ورفاهيتهم واحتياجاتهم ويترك العمل ومتطلباته وقد يوازن القائد ما بين الاهتمام بالعمل والاهتمام بالعاملين الاتقاه الثالث لهذه النظرية نظريات القيادة الموقفية في هذا النوع من النظرية تراعي عامل الموقف الظروف المحيطة بالموقف والعمل أو الحدث نفسه أو النشاط في نقاح أو فشل أي رمض قيادي يعني نقاح القاعد أو فشله يعود إلى الظروف المحيطة بالموقف ونقاح القاعد يكون بتفاعل العناصر الثلاثة الاهتمام بالناس، الاهتمام بالعمل، عوامل الموقف أو الظروف المحيطة إذن تركز على ثلاثة عناصر الاهتمام بالناس، الاهتمام بالعمل، وعوامل الظروف المحيطة